اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون معاشر الكرام العاقل من عمر بيتا تطول فيه إقامته ولو بخراب بيت سيرتحل عما قريب عنه والقبر هو البيت الذي تطول الإقامة فيه قياسا ببيت الدنيا عاش أبو بكر في هذه الدنيا ثلاثا وستين سنة وهو اليوم ينعم في قبره منذ ألف وأربعمائة وبضع وثلاثين سنة رضي الله عنه وعن من ترضى عنه يا عاقلا لا تطمئن إلى الحياة وتركن ظنا بأنك تحسن فرح المنية تطحن يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن اليوم أنت مكاثر ومفاخر متزين وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن وكأن أهلك قد بكوا حزنا عليك وزنن فإذا مضت لك جمعة في جمعة في جمعة فكأنهم لم يحزن يا أيها المتعقل المتمكن أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن واصرف قواك لشرعه فيما تسر وتعلن ما دون دائرة الردى حصن لمن يتعصن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر